حول منظوم التظاهرات ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسية سيد إبراهيم السراج عبر الأقمار الصناعية بداية مرحبا بك سيد إبراهيم مع استمرار حالة القتل والتغيب والتهديد للناشطين أين برأيك تتجه الأمور و بمصلحة من تصب؟ يعني بالتحديد أنه هذا يحتم على الحكومة تدخل السريع والعاجل وأيضا متابعة قضايا الخطف والاقتهالات والقتل هذا إذا كان هناك فراغ حكومة طبعا هذه العمليات تستمر وإذا كان هناك تحقيقات بطيئة أو تحقيقات روتينية وتحقيقات ربما لا قيمة لها فارغة فيتستمر عمليات القتل والاقتيار أنا أعتقد يفترض أن تكون هناك من قبل وزارة الداخلية أن تفتح تحقيقات في تلك الجرائم في كل جريمة قتل أو خطف أو اعتقال أو ما شاء بذلك لذلك أعتقد هذا الفراغ الأمني هو الذي يسبب بذلك اليوم الشارع العراقي والجميع يريد أن يعرف من هي الجهة التي تقوم بذلك العمليات التي تتعارض مع كل حقوق إنسان اليوم المتظاهر السلمي له الحقوق الجهات الأمنية هي مسؤولة عن حماية المتظاهر السلمي وبالتالي أن هذه الحماية هي تتوفر أيضا حتى منع أي عمل يهطف من قبل أي جهة لذلك أعتقد هذه أولا تؤثر تأثير مباشرة على سمعة العراق في مجال حقوق إنسان أثنين أنها تعطي صورة غير جيدة عن ما يجري الآن لذلك أعتقد يعترض بالأجهزة الأمنية وأن تكون سباقة لحماية المتظاهر السلميين والعمل على منع تكرار تلك الجرائم وملاحقة منفذيها يعني الآن ما ينتظر الشرع العراق هو أن تفتح تحقيقات في كل جريمة قتل جرائم القتل جرائم الفقدان جرائم أخرى الاحتقالات ما شبه ذلك يجب أن تكون هذه من أولويات الحكومة حتى وإن كانت تصريف أعمال طيب سيد الكريم طالما أن ذلك منوط بإجراءات التحقيقية أو الإجراءات الرادعة من قبل الحكومة لماذا تبدو برأيك السلطات عاجزة إجاء ما يجري من انتهاكات هل بمعنى الدولة خائفة من اللا دولة كما يصطلح أم أن هناك تواطئ من نوع ما يجري أنا أعتقد ليست قضية الخوف من الجهة الفلانية وما شبه ذلك يعني الآن هذه الجرائم بحق المتظاهر السلمين أعتقد هي مسؤولية الحكومة الآن ليست قضية ولكن ربما هذه الحالة بسبب أفضاع الحكومة أو أنها قوة حكومة تصريف أعمال يكون متغادل نظر عن هذه الحالات يعني يفترض أولا أن هذه الجرائم لا يمكن إغلاغها لكن سيد الكريم قبل أن نتوجه إلى حكومة تصريف الأعمال كانت ملاك أنتهاك بحق المتظاهرين سيد إبراهيم قبل أن نتوجه لحكومة نعم 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 عزيزي يعني هذه هذه الآن يعني يفترض أن أي عملية يعني عمليات القتل أو الاغتيال للناشطين والسلمين إذا قيدة ضد مجهول هذا يعني أن هناك تخصير من قبل الجهزة الأمنية يفترض أن تكون هذه الملفات ملفات من أولويات الوزارة الداخلية وتسعى إلى فتح التحقيقات وإلى جمع إفادات والمفرزات الجرمية وتسعى إلى أن يكون هناك تحقيق شفاف ثم يعرض على الملأ اليوم الجميع تسعى عن ذلك من الجهة التي تقوم بذلك إذا كانت داخلية وخارجية يفترض بوزارة الداخلية كشف تلك الجهات المتورطة هذه من مهمتها نعم عودا على ما تفضلت به بشأن الانتهاكات وما تؤثره على الساحة الدولية وعلى سمعة العراق أيضا يعني هناك نداءات اليوم نسمعها أممية لإيقاف ما يجري من انتهاكات برأيك هل ستأخذ الحكومة تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية على محمل الجد أم أن القرار يعني ليس بيدها إذا صح التعبير يعني هذه أولا أنه حرص على سمعة العراق وخاصة يعني بعد خروجه من البند السابع يفترض أن يحافظ العراق والدولة كحكومة ومجلس نواب ورئاسة الجمهورية ومجلس قضاءة على سمعة العراق في هذا المجال الثاني يجب أن تعمل حكومة على إذابة كل هذه الانتهاكات اليوم يجب أن تصفر الانتهاكات الثلاثة يجب أن تكون هناك تحقيقات عادلة في هذا الجرام يعني الآن عندما يتم تقييد أي جريمة تقتل سواء عند ناشط سلمي أو متظاهر سلمي أو أي شخص آخر تقيد ضد مشهور هذا يحتمى التقصير من قبل الأجهزة الأمنية وهذا يعني يحتم على الدولة أن تعمل بمختلف السيمات كنفوضية حقوق الإنسان وكل إجداد حقوق الإنسان البرلمانية الجهات الأخرى أن تسعى إلى فتح تلك التحقيقات بما يتلائم مع طبيعة تلك الجرام اليوم المطلوب إيقاف تلك الانتهاكات هذه الانتهاكات يجب أن تقف هذه الاحتداءات والخطوف والاقتهارات يجب أن تقف الثاني يجب أن نعرف الجهات التي متورطة في ذلك سواء من أي كان من الجهة لا أنا حتى لا يتم تسويق الاتهامات لهذا الجهة وتلك الجهة هذا أنا أعتقد هذا التقصير واضح إذن وصلت الفكرة سيد إبراهيم السر رجل الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر